عقد فخامة الرئيس السيسي مباحثات قمة مع رئيس وزراء بلجيكا أليكزاندر ديكرو وشهد اللقاء استعراض لعدد من موضوعات العلاقات الثنائية ما بين البلدين منها بقى تطوير وإدارة المواني واللوجستيات والطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الأخضر عند دي هنقف لحظة بس خد بالك وإحنا بنتكلم في ده إحنا بنتكلم كمان على إنه الناحية التانية جوه عندنا هنا في مصر النحية التانية دي يعني عند محور قناة السويس المنطقة الاقتصادية مصر بتشتغل على مصنع ضخم جدا لإنتاج الهايدروجين الأخضر عندما نتحدث أو عندما يتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء البلجيكي في نفس دات الموضوعات اللي بتحصل هنا دلوقتي في مصر على الصعيد التنموي والاقتصادي ده معناه إن الاقتصاد المصري بعافية إزاي وما البصنع بعمل مصانع لإنتاج طاقة بتاعة الهايدروجين الأخضر علشان نعمل بيها إيه يعني نشتغل بيها تريكو لا والله بكلم بجد يعني حفظا بنعمل مصنع للفايبر أوبتيكس علشان نشتغل بيه تريكو أو مصنع للهايدروجين الأخضر علشان نعمل بيه كروشي أو بعمل مناطق ومجمعات صماعية ضخمة علشان إيه كنفا تسالي يعني بنتعلم شغل الإبرة عن طريق مصانع ومناطق اقتصادية عملاقة العالم بيبدي استعداده وحمسته أنه يخش يستثمر فيها فييجي واحد تافه يقولك أصلا الاقتصاد المصري بعافية ينهر بيض والله العظيم قادر أصدق ترجمة نانسي قنقر